بسم الله الرحمن الرحيم الحاقه ما الحاقه وما أدريك ما الحاقه كذب الثمود وعاد بالقارع فأما ثمود فأهلكوا بالطاغيه وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتيه سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعي كأنهم أعجاز نخل خاويه فهتر لهم من باقيه وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئه فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابيه إنا لما طغى الماء حملناكم في الجاريه لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعيه فإذا نفخ في الصور نفخة واحده وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحده فيومئذ وقعت الواقعه وانشقت السماء فهي يومئذ واهيه والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانيه يومئذ تعرضون لا يخفي منكم خافيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أمقرأوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضيه في جنة عاليه قطوفها دانيه كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخاليه وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضيه ما أغني عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يخض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحق ما الحق وما أدريك ما الحق كذب الثمود وعاد بالقارع فأما ثمود فأهلكوا بالطاغيه وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتيه سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعي كأنهم أعجاز نخل خاويه فهتر لهم من باقيه وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئه فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابيه إنا لما طغى الماء حملناكم في الجاريه لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعيه فإذا نفخ في الصور نفخة واحده وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحده فيومئذ وقعت الواقع وانشقت السماء فهي يومئذ واهيه والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانيه يومئذ تعرضون لا يخفي منكم خافيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أمقرأوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضيه في جنة عاليه قطوفها دانيه كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخاليه وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضيه ما أغني عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يخض على طعام المسكين فليس له اليوم ها هنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحاق ما الحاق وما أدريك ما الحاق كذب الثمود وعاد بالقارع فأما ثمود فأهلكوا بالطاغيه وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتيه سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعي كأنهم أعجاز نخل خاويه فهتري لهم من باقيه وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئه فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابيه إِنَّا لَمَّا طَغَ الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيهِ لِنَجَعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيهِ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدِهِ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدِهِ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعِهِ وَانْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاحِيهِ وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيهِ يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا يَخْفِي مِنْكُمْ خَافِيهِ فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَا أُمُقَرَأُوا كِتَابِيَهِ إِنِّي ظَنَنتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهِ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيهِ فِي جَنَّةٍ عَالِيهِ قُطُوفُ هَادَانِيهِ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيهِ وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهِ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهِ يَا لَيْتَ هَا كَانَتِ الْقَاضِيِهِ مَا أَغْنِي عَنِّي مَالِيهِ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيهِ خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِالَّهِ الْعَظِيمِ وَلَا يَخُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينَ فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَا هُنَا حَمِيمُ وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينَ لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ وَمَا لَا تُبْصِرُونَ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرِ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ وَلَا بِقَوْلِ كَاهٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ تَنزِيلٌ مِّن رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينَ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينَ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمَ بسم الله الرحمن الرحيم الحاقه ما الحاقه وما أدريك ما الحاقه كذب الثمود وعاد بالقارعه فأما ثمود فأهلكوا بالطاغيه وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتيه سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعي كأنهم أعجاز نخل خاويه فهتر لهم من باقيه وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئه فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابيه إِنَّا لَمَّا طَغَ الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيهِ لِنَجَعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيهِ فإذا نفخ في الصور نفخة واحده وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحده فيومئذ وقعت الواقعه وانشقت السماء فهي يومئذ واهيه والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانيه يومئذ تعرضون لا يخفي منكم خافيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أمقرأوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضيه في جنة عاليه قطوفها دانيه كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخاليه وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضيه ما أغني عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يخض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحسرة على الكافرين فأما ثمود فأهلكوا بالطاغيه وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتيه سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعي كأنهم أعجاز نخل خاويه فهتري لهم من باقيه وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئه فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابيه إنا لما طغى الماء حملناكم في الجاريه لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعيه فإذا نفخ في الصور نفخة واحده وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحده فيومئذ وقعت الواقع وانشقت السماء فهي يومئذ واهيه والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانيه يومئذ تعرضون لا يخفي منكم خافيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أمقرأوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضيه في جنة عاليه قطوفها دانيه كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخاليه وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضيه ما أغني عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم لا يخض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله 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 الرحيم وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئ فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابيه إنا لما طغى الماء حملناكم في الجاريه لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعيه فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقع وانشقت السماء فهي يومئذ واهيه والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانيه يومئذ تعرضون لا يخفي منكم خافيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أمقرأوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضيه في جنة عاليه قطوفها دانيه كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخاليه وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضيه ما أغني عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يخض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنه لحسرة على الكافرين الحقه ما الحقه وما أدريك ما الحقه كذب الثمود وعاد بالقارعه فأما ثمود فأهلكوا بالطاغيه وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتيه سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعي كأنهم أعجاز نخل خاويه فهترى لهم من باقيه وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئه فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابيه إنا لما طغى الماء حملناكم في الجاريه لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعيه فإذا نفخ في الصور نفخة واحده وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحده فيومئذ وقعت الواقعه وانشقت السماء فهي يومئذ واهيه والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانيه يومئذ تعرضون لا يخفي منكم خافيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أمقرأوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضيه في جنة عاليه قطوفها دانيه كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخاليه وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضيه ما أغني عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يخض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم